اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة توعد علي اكبر ولاية مستشار المرشد الايراني الولايات المتحدة بمواجهة ما وصفها بفيتنام اخرى في حال عدم مغادرتها المنطقة محللون اكدوا ان المرشد الاعلى الايراني علي خامنئي والرئيس الامريكي دونالد ترامب استخدما لغة التهديد والوعيد بازمات عدة لكنهم لم يبديان اهتماما بالحرب الشاملة على الرغم من عدم استبعاد حدوث مواجهة عسكرية ووفقا لتقرير اصدرته وكالة المخابرات الدفاعية الامريكية فان القوة العسكرية الايرانية تعتمد على ثلاث قدرات اساسية هي برنامج الصواريخ الباليستية والقوات البحرية التي يمكن ان تهدد الملاحة ووكلاء الفصائل التابعة لها في سوريا والعراق ولبنان واليمن وردا على مقتل سليماني يمكن لطهران او وكلائها مهاجمة ناقلات النفط في الخليج والبحر الاحمر وهو ممر شحن عالمي رئيسي للنفط وغيره من التجارة وفي الوقت الذي يزن فيه كثير من المراقبين بان الرد الايراني على اغتيال سليماني يبدو حتميا في ظل الحفاظ على صورته داخليا وبين حلفائه في المنطقة فان الخلاف هو على المدى الذي قد يذهب له هذا الرد وعلى الجانب الاخر لا تبدو الولايات المتحدة راغبة من وجهة نظر المراقبين في الدخول بمواجهة مفتوحة طويلة الامد مع طهران خشية تداعيات مواجهة من هذا القبيل على وضع الرئيس الامريكي الذي يسعى للفوز بولاية ثانية وامكانية ان تؤدي اي انتكاسة لعرقلة مساعيه في هذا الاتجاه اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة